فيما اعتبر الرئيس الصيني شي جينبينغ اليوم خلال كلمته في قمة بريكس أن السلام في العالم لا يزال يواجه تحديات عميقة ودعا إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة ووقف تمدد الحرب في لبنان وقال يجب أن نكون قوة استقرار من أجل السلام وأن نعزز الحوكم العالمية في مجال الأمن وأن نستكشف حلولا لأبرز المشاكل تعالج في الوقت نفسه أعراضها وأسبابها الجذرية